حقيقة سؤال كان واجهه وكان ضروريك يخصنا ندمجوه في الحسكيلة بالنسبة للصناعة التقليدية لأنني تقول سياحة تقول صناعة تقليدية ومني تقول الجالية المغربية تقول صناعة تقليدية من إرت فارتقينا على أساس اليوم الوطني للمهاجر ندمجوه اتفاقية شركة للصناعة التقليدية مع هذه الجمعية أبناء العلائش من المغرب لماذا؟ لأنه كان معارض يداروه داخل الوطن وخارج الوطن بالأخص الإخوان كانوا غير برنامج على أساس انساء الله غير يكونوا معارض يعني في مدريد فهنا كنا نديروا اتفاقية شركة اللولا لأنه يمكنك شيء تدير معارض خارج الوطن بلما تربط اتفاقية شركة فالإخوان كاتبوا الإدارة الجهوية لحسب كاتبوا الرئيس الجهة على أساس بك تبرم اتفاقية شركة اتفاقية شركة ركت هي يمكن توقع تلك الاتفاقية شركة في هذه اللوقتين اللي هم حاضرين يمكن توقع في مدريد وهذا هو البرنامج الذي دخلناه ودخلنا فيه صناعة تقليدية ولماذا برمجنا الصناعة التقليدية بالضبط والزيارة المجمع والزيارة لذلك الفضاء تضامني أو السوق التضامني للصناعة التقليدية لأن كينوروكود تبقى تعرفوا درسة كوويد وكان الاقتصاد بالنسبة للصناعة التقليدية كانوا كلاود دقم ساكن كل شيء العالم كامل هذا ليس شيء غير عن تكلموا عن الصناعة التقليدية تقريبا هذا كان العالم يعني اللي عانى منه فدمجنا هذا القيطع هذا باش تكون واحد زيارة ويكون في ذلك الفضاء وربما يدخلون الناس اللي غادي يجيوا باش نشيبه معريض باش على الاقل يتم تسويق ويتم تعريف تعريف بالصناعة التقليدية داخل الوطن وخارج الوطن بالنسبة للتكريمات انتو مكات تعرفوا احنا كي يداروا معارض هذه السنة هذه ما تدارش المعارض لانه انتو مكات تعرفوا كانت كوويد ما تبرمجد طبعا ذاك الفصل الذي كان في المجلس ما تبرمجش باش يدار معارض عيكون معارض في القصار الكبير لانه ذاك الفصل والمعارض من القصار الكبير كان مازال ما تحيينج دابعة يعني دابعة سيدخل في البرنامج ويمكن سيدار معارض في اقرب وقت اما بالنسبة للمدينة العرائش ان شاء الله اطار الانتفاقية وفي اطار البرنامج المقبل ان شاء الله سيديد سنة مقبلا لانه ذاك المدينة العرائش اطار الانتفاقية